خلينا ننتقل إلى موضوع آخر الأهلي والمونديال كلنا عارفين ارتباط النادي الأهلي بالمونديال الأندية شاركنا فيه سبع مرات ولكن كاس العالم للمنتخبات ايه الارتباط اللي النادي الأهلي مرتبطه بكاس العالم هو كمان هتقعد بقى عم إسلام تقول لنا إن النادي الأهلي له دخل في كاس العالم أيوة فندب الأهلي كان طرف في تأسيس المونديال وظهور كاس العالم للنور ده موضوع كبير أول مش أي كلام زميلنا محمد سلطان كشف عن وثيقة مهمة من محاضر كونجرس الفيف اللي أقيم عام 1928 في أمستردام على هامش دورة الألعاب الأولمبية قال زميلنا محمد سلطان أن هذا الاجتماع كان له أهمية كبيرة جدا لأنه شهد اقتراح إقامة كأس العالم وهو الاقتراح الذي قدمته فرنسا وتمت الموافقة عليه لتنطلق البطول الأعظم في التاريخ مين كان ممثل مصر في هذا الاجتماع أو ممثلي مصر في هذا الاجتماع هم أحمد فؤاد أنور ومحمد صبحي وعلي مخلص ويوسف محمد وصاحب صوت مصر في هذا الاجتماع هو أحمد فؤاد أنور زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة يعني ده مسودة المحضر أو مستند المحضر يعني من بيش بنقول حاجات من دماغنا ده سنة الـ 28 مين بقى أحمد فؤاد أنور؟ أحمد فؤاد أنور هو كابتن فريق كرة قدم أو أول كابتن في تاريخ كرة القدم في تاريخ النادي الأهلي وهو كذلك أول مدير كرة في تاريخ النادي الأهلي والقائم بأعمال رئيس النادي الأهلي مطلع الأربعينيات والذي كان عام 1928 رئيسا لبعثة مصر في الألعاب الأولمبية أحمد فؤاد أنور صوت على اقتراح إقامة بطولة كأس العالم يعني رموز كبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي والتاريخ لسه ما كشفش عن حاجات كتيرة جدا يعني دايما لما بنيجي نتكلم بنحاول دايما نجيب لحضراتكم معلومة تاريخية علشان حتى وإحنا بنتكلم زي ما حضراتكم شايفين محضر الاتحاد الدولي بشأن فكرة كأس العالم علشان بس ما حدش يطلع علينا ويقول لنا يا جماعة مش عارف إيه لا هو حضراتكم زي ما أنتوا عارفين كده إحنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم بمستندات وزي ما حضراتكم شايفين على الشاشة معاكم هذا المستند وبالتالي النادي الأهلي كان مشارك وحتى بإسم مصر طبعا وحتى لو بصوت أحمد فؤاد أنور وهو واضع إسم مصر أو هو الذي صوت بإسم مصر في اجتماع الكونجرس الفيفا اللي كان موجود في هولندا علشان كاس العالم كان صوت مصر دايما صوت أهلاوي في هذا الأمر علشان كاس العالم